أهلا وسهلا فيكم من الجديد مشاهدينا وصلنا للمحطة الأخيرة لكن محطة غالية على قلوبنا وساعدين فيها كتير أنه اليوم عم بنقدم إعلاميات عربيات عبر شاشة تلفزيون فلسطين مش بسببها المقابلة كمان في بيت للكل صحيح برنامج بيت للكل اللي هو أكبر برنامج عربي مشترك نتحدث عن مصر والأردن والعراق وفلسطين كذلك ومش غريب على مشاهدينا هذا البرنامج بكل تأكيد لكن سعيدين جدا بالترحيب بزميلاتنا ومقدمات هذا البرنامج اللي وصلوا لفلسطين يوم أمس أهلا وسهلا فيكم بنرحب بزميلة والمديعة المصرية ومقدمة برنامج بيت للكل السيدة شافكي المنيري صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا صباح الخير يا فرح ويعني أنا سعيدة جدا نحن موجودين معاكي أنت وريمة صباح الخير على الكل أهلا فيك معنا كذلك بدنا نرحب بيئة الإعلامية الأردنية ومقدمة برنامج بيت للكل لانا عطيات صباح الخير وحمد الله على السلام أهلا وسهلا فيك فرح وريمة والله يعطيكم العافية وما في أجمل من هيك صباح وهيك عارفة الإحساس أن احنا دخلين أن احنا مابودين في فلسطين ده أحساس كبير قوي لكن كمان أن احنا في التلفزيون الفلسطيني هيسوا صوت الحق والإعلام وشايفة إنه المرأة واخد حقها وده عمل لي سعادة أنا ولانا يعني السيدات فضليات بيشتغلوا كتير وهذا الشي كمان إحنا بنفرح فيه ونكون سعادين فيه واليوم يعني ما نرحب فيكم كضيوف يعني أنتوا صحاب البيت وخاصة إنه بيت الكل اللي جمعها كوكبتها الإعلاميين العرب من مصر من الأردن من العراق وأكيد فلسطين بالتالي نحكي عن أهمية كبيرة وقيمة كبيرة إعلامية لهذا البرنامج كيف بتحكي عنه؟ بيت الكل هو مشروع عربي أنا بعتبره مش مجرد برنامج وأعتقد إحنا كمان بنتعامل معاه بنفس القوة يعني ليه احترامه علشان أنت بتتعاملي مع شعوب دول بتطلي عليها برسالة إعلامية فيها تكافل وفيها رؤية وفيها كمان يعني اتحاد كده جميل فهو مشروع جميل يمكن إحنا صورة من الكواليس المصغرة من دولنا وبنتمنى أن إحنا نقدر نوصل لكل يعني شعوبنا العربية في كل مكان إحنا مرعيين أنكم أنتم متعودين تكونوا من تسألوا مش من تسألوا أنكم دائما صحفيات أعطي لشافكي بحكي لها المزيع يكون ضيف كثير أصحاب يعني مرعيين اليوم هذا الموضوع ولكن لانا بدي أتحدث قليلا في تجربتك في بيت للكل كطاقم هذا البرنامج شو اللافتك أنت شخصيا في هذا البرنامج لتكوني جزء منه وتابعي أنك تكوني جزء منه أهلا وسهلا فيكم أولا شكرا لهاي الاستضافة اللي أهم في بيت للكل أنا بدي أحكي لفت انتباهها لبنا نحكي خلف الكواليس علشان الناس تكون أقرب يعني شوفي العلاقة بين فريق العمل هي علاقة قائمة على إحنا كل واحد من دولة وكل واحد حامر يسالة دولته هلا بديك تكوني كتير سلسة وكتير مرنة وكتير سهلة حتى يكون نوصل لهدف بيت للكل هدف بيت للكل هدف كتير سامي وهدف كتير كبير هذا البرنامج له أهمية إحنا منحمل رسالة عربية إحنا لما نجتمع مع بعضينا البعض منذوب في وطن عربي واحد منوصل رسالة ومنحاول نوصل حلم أنه هالعلاقة المبنية في بيت للكل تنتقل لكل الدول العربية ومنتمنى دول العربية تنضم لنا فبيت للكل هو رسالة إعلامية لكل الوطن العربي أنه يكونوا يد واحدة كما هو بيت للكل يد واحدة فبرنامج له رسالة كتير كبيرة من خلال حلقات اللي أنتم عم بتشاهدوها وكل الوطن العربي بشاهدها ومنتمنى إن شاء الله يا رب نسح على فعلا هدف وحلم عربي بأنه يكون يد واحد إن شاء الله ويتحقق هذا الهدف بكل طموحاتنا وأمالنا وتطلعاتنا بالتأكيد أيضا لما منحكي عن بيت للكل منحكي عن خطاب إعلامي عربي موحد جسدوا هذا اللقاء الإسبوعي بالتالي منحكي عن قضايا إلى حد ما متشابهة ما بين أدول العربية بالتالي هذا البرنامج خلق حوار إيجابي من أدمه إحنا للمشاهد العربي اليوم بص يا ريمة بيت للكل مهمته الأساسية إنه المواطن العربي للأربع دول يحس إنه كلنا واحد وإحنا شخصيا يمكن لأنا كنت بتحكي في كواليسنا إحنا بننسى في لحظات من الأردني من المصري من الفلسطيني من العراقي إحنا بنضوب مع بعض ودي حقيقة فالتجربة خلف الكواليس هي نفس التجربة للمشاهد اللي أمام الكاميرا أمام الكاميرا هو عنده نفس الشهر لأنه كتير قضايا متشابهة حقيل بالتالي عم تنترى حتى بلهجات مختلفة لكن القضايا نفسها بالتالي هذا يمكن ستلانا أتكمل في هذا الجانب اللي يقلق فعليا هذا الحوار الإيجابي ما بينكم كمقدمين لهذا البرنامج شوفي هلأ إحنا التحديات مثلا نطرح أحيانا صح كل واحد من دولة لكن إحنا منحاول أنه نلتقي في نقطة واحدة أنه فيه هموم وتحديات في كل الوطن العرب إحنا مش منفصلين عن بعض يعني حدود بسيطة وفيه تطلعات وفيه أمال فمنحاول أنه من خلال فريق بيت للكل نكون نتحاول حتى خلف الكواليس كيف نجد حلول لهاي التحديات فبالتالي إحنا منعطي حلوم نعطي أمل شافكي جدنا هذا ما تبعنا في كل القضايا اللي كانت حاضرة في بيت للكل قضايا مجتمعية الريادية فئة الشباب برغم كل الهموم اللي موجودة في الوطن العربي واللي مسقل فيها الوطن العربي ولكن دائما في بارقة أمل بتكون موجودة من خلال هاي الأصوات المختلفة فسؤالي هون هل نقدر ناخد تصريح حول الحلقة القادمة من فلسطين فلسطينية فلسطينية الحلقات القادمة كلها فلسطينية فلسطينية أولا خليني أقول ونرحب باسم فريق بيت للكل وجودنا في فلسطين طبعا وفي هذا التوقيت إن إحنا نبقى موجودين بندعم بصوت الإعلام ونبقى موجودين بندعم بصوت الشعوب يعني إن إحنا برضو معاكم إحنا موجودين في نفس المكان إحنا بنحس بكل المشاكل اللي إنتوا فيها بنتوجع للألام عندنا نفس الأمل للسلام الكبير اللي إن شاء الله نكون موجودين فيه كبيت للكل كبير الحلقات فلسطينية فلسطينية جدا هتبقى فيها تنقل في أكتر من مكان وأكتر من موقع بس كلها أولا أهم شيء وجودنا في فلسطين إن الناس تحس بإنه في حياة كاملة وإنه الدولة الفلسطينية وشعبها الفلسطيني بيقاوم وبيعيش وكله طاقة إيجابية فدي أهم حاجة للرسالة دي لازم توصل الرسالة التانية هي الرسالة إنه كلنا مكملين إحنا مكملين مع فلسطين وفلسطين مكملة طريق فده هيكون موجود من خلال مواقع كتير هنكون في أريحة هنكون هنا في بيت لحم هنكون في مواقع كتيرة جدا هتشوفوها بإذن الله ونهو شاهدين وجودكم اليوم بفلسطين بأكد على هذا الحب وهذا الانتماء الخالص لفلسطين لقضيتنا العادلة لنا سؤال تقليدي جدا بأنه إيش انتباعك عن الزيارة أو كيف تلاقي فلسطين يمكن مو أول مرة لكن بعتبر أنه كل واحد بيجي على فلسطين كل مرة بيشوفها بعين مختلفة بطريقة مختلفة فاليوم تفضلوا كيف تحقوا عن هذا عن هذه السيارة شفي أنا اتشرفت يعني بزيارتي لفلسطين هاي للمرة الثانية أنا أجيت في الـ 2015 من خلال شاشة التلفزيون الأردنية وكمان ما نحن التلفزيون الأردن عند أشكر إدارتي كمان هاي الفرصة التانية هو أشكر فريق بيت لكل فلسطين شوفي حتى من أول ما تبلشي تدخليها عبر الحدود الأردنية بتلاحظي في قوة في العيون في عيون الفلسطيني وكأنه في تحدي في مقاومة في إصرار على الحق في إرادة هلأ مرينا من أريحة مرينا من عدد من المدن حتى وصلنا لرام الله واضح في كل مدينة أنه في معاناة الاحتلال لا يعني أكيد بيترك بصمات مؤلمة حتى في نبض الحياة لكن أنا اللي دائما بحكي بأنه إصرار الشعب الفلسطيني هو إيمانه في قضيته لما تكون إرادة الشعب قوية والإيمان في القضية والإيمان في الحق فبتكون العين قوية وهذا لما سناو كنا نحكيه أنا وشافكي الخوف موجود عند المحتل في العيون وإحنا نتفرج عليهم لكن الفلسطيني عين وعين حق فدائما من ضل نحكي أنه فلسطين حق لن يسقط في التقادم صاحب الحق سلطان وسلام على فلسطين حتى تشفى جراحة إن شاء الله فقلوبنا معكم وإحنا كنا قلب واحد في الوطن العربي معكم ترجمة نانسي قنقر